لا أنا بالنسبة لي بعد مباراة امبارح شوف بقى مباراة أقل في الأهمية وأقل في الضغوط وأقل في كل حاجة والأمور هادية جداً ومستطبة والأهلي كان ضمن الصعود وكل شيء المباراة امبارح تحديداً أنا بعلن خسارتي للرهاب بمنتهى البساطة كانت عندي مشكلة في عملية السبلاي أو الإمداد من لعبة النادي الأهلي تحديداً في الكروسز راجل رأس ماله آه ممكن حيقول لي انت جايب لعيب عشان حاجة واحدة ما قلتش اني جايب عشان حاجة واحدة بس الباور بتاع الراجل ده وقوته في القراط الرأسية طب أنا مباراة عملت معك كل الألعاب انفرادات جالك كروسات يمين وشمال جالك كروسات مظبوطة جالك شغل مع المجموعة جالك ولا شيء فطالما ولا شيء يبقى ولا شيء تعالوا على الجنبي تعالوا على الجنبي بالنسبة لي وهنا أرجع على سؤالك وتبسأله كابتر عمر ترتيب المهاجمين إيه؟ لأنا أروح له وسام كهربا ومودست بالنسبة لي هروح له إمتى؟ أروح له في أوقات معينة من المباراة الراجل مماز جداً في الرأسيات حتى بالمناسبة في شغل الدفاعي بيعملها أوديه في أوقات معينة من المباراة أنا خلاص بقى الأمور صعبة وعايز أرجع في النتيجة بزود مهاجم عايز أشتغل على الكروسزي عشان يبقى عندي حل تاني مع وسام ومع كهربا يبقى عندي حل آه ليه وقته وبالمناسبة ممكن يسجل من طالب ممكن يسجل فرص زمالك اللي جاي عادي جداً لكن ده مش هيغير قناعتي بإنه الفرص بتاري تنفذ منه تعالي روح بقى ليه اللي عامل مودس تنبارح وخلانا غير قناعاتي بشكل كبير جداً ومش غير قناعاتي أخسر رهان علي دي واحدة من الكروات لو سجل في الزمالك مش غير قناعاتك تاني خالص خالص لا مش غير تاني خلاص حتى لو جاي في الزمالك هونه ممكن يسجل في الزمالك يعني يلا دي واحدة حطاله حسيني الشحات انفراد يلا الفريم اللي بعده على طول الراجل تقيل جداً في الحركة كان ممكن يتعامل معها من بدر جداً ويخش راجل مهاجم لعب لعب في ليبل بتاع البوندس ليجا يعدلها على أيمين وحطها الراجل فضل كامل الفريم اللي بعده كامل الفريم اللي بعده الراجل فضل محضر ببطء ببطء لحد ما هو نفسه طرف نفسه ومحدش ضغط عليه طرف نفسه وطرف يحطها بالعرض وحطها بالعرض قوي جداً جداً لبيرسي تاو عدته طبعاً فضيعت انفراد حولته العرضية وشكل غريب جداً بيقولك انه تاني كنا بنكلم أوف اير هو عايز يعمل حاجة لكن قدراته البدنية وحالته البدنية مش مساعدة التفكير اللي عنده اللي بعده دي واحدة بعديها على طول فرصة برضو تكمل الفريم اللي بعده على طول ده هنا تمريرة طلع مروان عمل واحدة سند على تاوري عمله كروس احلى كروس اتعمل في الماتش مبارح يعني بيقوله هاك جول ودي الوحيدة اللي اتعمل معه بمناسبة بشكل جيد الوحيدة الوحيدة اللي يعني ها شوية لان الكروس بصراحة يعني كان بيقوله اي حد في الملعب لو حدت قصير وقاله روح حط جول حطها ويتشالي اللي بعده اللي بعده يلا كمان فريم او ده نفس القصة كروس بص تعامل بقى يعني انا هنا خدت 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 الفريم ده خدت الصدمة بجده انا هنا خدت الصدمة بجده عارب انده